السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي الفني جميع النوعيات أهلا بكم مع مقدمة لمادة الرياضيات للفصل الدراسي الثاني إحنا هنعمل إيه النهاردة؟ إحنا هنشوف الموضوعات اللي عندنا عندنا كام فصل أو كام وحدة دراسية عدد الدروس اللي فيها هنتكلم على القوانين هنشوف الموضوعات اللي عندنا تمام إحنا عندنا بداية عندنا خمس وحدات للفصل الدراسي الثاني الوحدة الأولى الأسس والجذور الوحدة الثانية اللغرات مات الوحدة الثالثة حساب المثلثات الوحدة الرابعة الهندسة المستوية الوحدة الخامسة المساحات طيب تعالوا نشوف عندنا إيه في الوحدة الأولى اللي هي الأسس والجذور عندنا بعض الدروس هنشوف معانا هناخد قوانين الأسس وهنتعرف على الدالة الأسسية وبرضو هنشوف الجذور وهنتعرف على الجزر الأصم والجزر المعتاد وهناخد عمليات حسابية على الجذور الباب الثاني وهو اللغرتمات هنتعرف على الدالة اللغرتمية ده فيه خمس دروس هنتعرف على الدالة اللغرتمية وحل المعادلة الأسية وحل المعادلة اللغرتمية ثم قوانين اللغرتمات الباب الثالث حساب المثلثات ده فيه تسع دروس هنتعرف على أهم حاجة عندي الزاوية الموجهة ومتى تكون في وضع قياسي هنتعرف على القياسين للزاوية الستيني والدائري هنتعرف على الدوال المثلثية وعلاقتها بالمثلث القائم الزاوية أيضا هنتعرف على حل المثلث لما يجيني مثلث له ثلاث أضلاع وتلاث زاوية هيكون عطيني معطيات أحد الأضلاع والزاوية ويطلب الأضلاع أو الزاوية الأخرى يعني بنقول عناصر الباقية المثلث ثم الوحدة الرابعة الهندسة المستوية أربع دروس هنشوف المضلعات وهنعرف يعني مضلع وأنواع المضلعات المحدب والمقعر والمفتوح والمغلق والدائرة وهنشوف مساحة محيط الدائرة ثم الدائرة الداخلة لمضلع والمضلع الداخل دائرة الباب الخامس والأخير المساحات أربع دروس هنركز على مساحة سطح المثلث بأكثر من طريقة وبعض مساحات الأشكال الربعية والقطع الناقص ثم مغير البعد ونختم بدرس التشابه تعالوا بقى نشوف كده مع بعض درس درس وحدة وحدة ونشوف القوانين اللي عندنا وهنبدأ بأول حاجة عندي قوانين الأسس قوانين الأسس بتقول لي إيه؟ ركز لو إحنا ركزنا على قوانين الأسس هتنفعنا في اللغة التمات بيقول لي عنده ضرب ألف أس ميم ضرب ألف أس نون بنعمل إيه؟ بنجمع الأسس يبقى أنا عندي أول حاجة عنده ضرب الأساسات المتحدة بنعمل إيه؟ بنجمع الأسس يعني واحد يقول لي 2 أس 5 في 2 أس 3 لو قلت لك 2 أس 5 ضرب 2 أس 3 تبص الأول هل الأساسات متحدة؟ نعم يبقى الأساس ينزل ثم تجمع الأسس 5 زائد 3 كام 8 طب القانون الثاني خلي بالك دائما هتربط بين الضرب والجمع إذن القسمة معها إيه؟ طرح يبقى ألف أس ميم تقسيم ألف أس نون هنطرح الأسس يبقى ألف أس ميم ناقص نون يبقى هنقول له هنا نطرح الأسس ده في حالة لما يكون الأساسات متحدة 5 أس 7 تقسيم 5 أس 3 هل الأساسات متحدة؟ نعم يبقى هنطرح 7 ناقص 3 كام 4 هنا عند الرفع إلى قوة القانون الثالث ألف أس ميم لكل أس نون هنا بنضرب الأسس يبقى عند الرفع إلى قوة يعني نعمل إيه؟ بنضرب الأسس يبقى عند الرفع إلى قوة نضرب الأسس يعني ما أدينا مثال 2 أس 3 لكل أس 5 أقول له الاتنين تنزل وهنا بقى أضرب 3 في 5 بكام بـ 15 جميل أولا هنا توزيع الأس على الضرب ألف أس ميم في باقى أس نون الكل أس ها أيضا بوزع الأسس وهنا يضرب يبقى ألف أس ميم ها على باقى أس نون ها طيب هل هناك استنتاجات؟ آه الاستنتاجات دي هي اللي هتكون معانا في حل التمريم ألف أس صفر بيساوي واحد بشرط أن الألف لا يساوي الصفر تمام؟ بشرط أن الألف لا يساوي الصفر ولا يساوي الواحد طيب واحد أس نون يساوي واحد الألف أس ميم الأس في البسط لما ينزل في المقام يتغير إشارته يبقى واحد على ألف أس سالب ميم طيب لو كان الأس في البسط بالسالب لما ينزل تحت يبقى بالموجب يبقى واحد على ألف أس ميم طيب عند تغيير أو قلب الكسر بغير إشارة الأس طيب لو غيرت إشارة الأس أقلب الكسر يبقى ألف على باق أس سالب ميم يساوي باق على ألف أس ميم خلي بالك يعني لو عندي باق أس على ألف طبعا من اليمين لليسار نفس الكلام هنا وهنا وهنا يبقى أنا عندي باق على ألف أس ميم لما أغيرها الأس الموجب يبقى سالب أقلب الكسر البسط مقام والمقام بسط دي كانت قوانين الأسس اللي عندنا طيب تعالوا نشوف القعدة برضو مهمة جدا في حل التمرين اللي هي إذا كان الأساس يساوي الأساس فإن الأس يساوي الأس طيب إذا كان الأس يساوي الأس قال لك في احتمالين إما الأساس يساوي الأس أو الأس ينعدم يعني يساوي صفر تعالوا نشوف القعدة بتقوليه إذا كان ألف أس ميم يساوي ألف أس نون خلي بالك الأساس يساوي الأساس فإن ميم يسوي نون يبقى الأس يسوي الأس والألف تنتمي لحه معدى ثلاث أعداد الواحد وسالب واحد والصفر يبقى جميع الأعداد الحقيقية معدى الواحد ومعدى السالب واحد ومعدى الصفر جميل طيب إذا كان بقى ألف أس ميم يسوي بقى أس ميم خلي بالك هنا الأس يسوي الأس يبقى فيه عندي احتمالين إما الأساس يسوي الأساس يبقى أنا عندي هنا ألف يسوي بقى ألف يسوي بقى أو الأس ينعدم الميم تسوي صفر يبقى أنا عندي في حالة أن الأساس لا يسوي الأساس يبقى الأس ينعدم يعني الميم تسوي صفر طيب إمتى يكون عندي موجب وسالب وإمتى يكون موجب فقط قال إذا كان الأس ميم ده اللي هو ينتمي للأعداد الصحيحة عدد زوجي يبقى الألف يساوي موجب وسالب با أما إذا كان الأس ميم عدد فردي فالألف هيساوي إيه با كده دي قوانين الأسس مع القعدة اللي عندنا تعالوا بقى نشوف الدالة الأسية بتكون شكلها أزاي؟ الدالة الأسية هي الدالة التي تكون على الصورة صاد يساوي ألف أس سين أو بنشيل الصاد وبنقول دالة في سين يبقى دال سين تساوي ألف أس سين أو بنقولها من المجال إلى المجال المقابل دالة من سين المجال إلى المجال المقابل ألف أس سين خلي بالك أن الألف تنتمي الموجبة والالف لا تساوي الواحد طيب لو انا وضعت الالف بواحد قال لك الدالة دي تصبح دالة ثابتة وهنشوف الكلام ده كده احنا خلصنا الجزء الاولاني وهو الاسس يبقى عرفنا عندنا قوانين للاسس عندنا قاعدة هامة هنشتغل عليها في حل التمرين اذا كان الاساس يساوي الاساس فان الاسس يساوي الاس او اذا كان الاساس الاسس يساوي الاس عندي احتمالين الاساس يساوي الاساس او الاسس يساوي صفر ثم انتقلنا الى تعريف الدالة الاسية الان هنبدأ بالجذور بيقول لي اذا كانت سين اس نون تساوي با سين اس نون تساوي با هنسمي سين الجذر النوني للعدد باء سين ده يسمى الجذر النوني للعدد باء وهنتبه بالطريقة دي يبقى الجذر النوني للعدد باء يسوي سين باء يسمى العدد المجذور يبقى اللي داخل الجذر يسمى العدد المجذور تب اللي فوق هنا يسمى ايه دليل الجذر يبقى هنا الدليل ونون عدد صحيح موجب اكبر من الواحد يعني ما أقول ما ينفعش أقول الجزر الأول لا أنا عندي من أول الجزر التربيعي وخلي بالك في الجزر التربيعي ما بنكتبش الاتنين اللي هنا أصطلح على عدم كتابته فلما أول ما شوف الجزر كده وما فيش عدد هنا يبقى ده الجزر التربيعي لكن لو لقيت ثلاثة يبقى الجزر التكعيبي أربعة الجزر الرابع وهكذا لو نون يبقى الجزر النوني يبقى ده التعريف بتاع الجزر النتيجة دي مهمة جدا إذا رفع جذر إلى قوة مساوية لدليل الجذر يعني الأس اللي هنا زي دليل الجذر إيه القعدة دي بتقول لي إيه أو النتيجة دي كان الناتج مساوية للمقدار المجذور للي هو دخل الجذر تبتعاني أخد أمثلة الجذر النوني الألف لكل أس نون النون تروح مع الجذر النوني يتفضلك الألف طيب الجذر التربيعي لتلاتة لكل أس اتنين اللي اتنين تروح مع الجذر التربيعي يتفضل تلاتة يبقى الناتج تلاتة الجذر التكعيبي التسعة لكل أس تلاتة يبقى برضو التلاتة تروح مع الجذر التكعيبي والناتج العدد اللي داخل الجذر اللي هو تسعة يبقى النتيجة دي مهمة جدا في حل التمرين طيب خاصية أي أساس مرفوع إلى أس كسري خلي بالك كسر يمكن وضعه في صورة جذرية ازاي حيث يكون مقام الكسر مقام الكسر ده هو دليل الجذر يعني الف قس ميم على نون النون ده المقام يبقى هو دليل الجذر والبسط هو قوة هذا الاساس البسط ميم هو القوة بتاعته اللي هو مرفوع ليه قس ميم تبتعنا اخد مثال كده ثلاثة قس اتنين على خمس اقول له يساوي الجذر العدد الاول ثلاثة انت عندك الاثنين والخمسة انت قلت ايه المقام هو دليل جذر يبقى الخمسة هنا والبسط هو القوة يبقى ثلاثة قس اتنين طب لو حبيت ارجع الجذر الخامس لثلاثة قس اتنين تكتب ثلاثة قس اتنين على خمسة الشوف اللي جوه على اللي برا يبقى القوة دي بتاع العدد على دليل الجذر ودي مهمة جدا في حل التمارين جميل خاص تعالوا نشوف الجذر الاصم الجذور الصم دي مالها وايه هي الكمية التخيلية وايه هي الجذور المتشابهة اللي احنا هنركز عليها برضو في حل التمارين بتاعتنا قال لي الجذر الاصم هو الذي لا يمكن خليك معايا هون لا يمكن ايجاد قيمته بالضبط يعني لو انا جبت من غير الاية الحاسبة ما طلعش قيمته انت عارف ان الجذر اربعة الجذر التربيعي باتنين لان اتنين ضرب اتنين باربعة اما جذر سبعة مفيش عددين يتضربوا ببعض شبه بعض يطلع لسبعة ابدا هيطلع كسر يبقى الجذر الاصم هو الذي لا يمكن ايجاد قيمته بالضبط اما المقدار الجذري الذي يمكن ايجاد قيمته ايه بالضبط اللي هو ايه بقى انا عندي جذر سبعة ده جذر اصم الجذر التكعيب الخمسة برضو ايه ده جذر اصم اما اللي يمكن ايجاد قيمته بالضبط ده بنسميه جذر ايه اعتيادي او جذر معتاد الكمية التخيلية لها تعريف اذا كان دليل الجذر ماشي عدد زوجي يبقى الدليل هنا قس اتنين اللي هو جذر التربيعي او قس اربعة جذر الرابع والمقدار المجذور سالبا اللي جوه جذر عدد سالب هنا تسمى كمية تخيلية يبقى كمية تخيلية اذا كان دليل الجذر عدد زوجي وما لو عدد فردي لا ده يطلع له عدد طيب ايه هي الجذور المتشابهة التي تتحد بعد تبسطها بعد مععدة بصت فيها تتحد في المقادير المجذورة اللي هي دخل الجذر وكذا تتحد في الأدلة يعني الجذر التربيعي يبقى كله جذر تربيعي الجذر التكعيبي يبقى كله جذر تكعيبي طيب انت هتبسط ازاي اقول له خلي بالك لابد انك انت تبقى عارف مربعات الاعداد ومكعبات الاعداد طيب هتعمل ازاي اقولك اعمل لك جدول امسك العدد ربعه مرة وكعبه مرة مربعه يعني ايه يعني اضربه في نفسه طب مكعبه يعني ايه اضربه في نفسه تلات مرات يعني مربع اللي اتنين اربعة طب مكعب اللي اتنين اتنين في اتنين في اتنين تمانية لو انت عرفت الاعداد دي لما يجي لي بقى جذر وعايزة بصته لو كان جذر تربيعي اشوف عددين مضربين في بعض واحد منهم احد الاعداد المربعة طيب لو جذر تكعيبي اشوف برضو العدد اللي عندي حاصل ضرب عددين احدهما عدد مكعب تعالى نشوف اللي بعد كده ايه هي العمليات الحسابية على الجذور الصماء هنعمل ايه ابدا جمعه طرح الجذور او ضربه قسمة الجذور هي دي العمليات الاربعة اللي عندي طيب بتعمل ايه اول حاجة بتضع كل جذر في ابسط صورة يعني ما ينفعش ان انا اجمع او اطرح قبل التبسيط نتبع طريقة جمع وطرح الحدود الجبرية على الجذور المتشابعة يعني ايه الكلام ده يعني لما تقول لي مثلا بعد ما بسط طلع عندي اتنين جذر خمسة زائد اربعة جذر خمسة طيب عايز تجمع دول بتجمع الاعداد اللي برا وجذر خمسة عامل مشترك يبقى جذر خمسة واتنين زائد اربعة اتنين زائد اربعة كام؟ ستة دايما بكتب العدد قبل الجذر يبقى ستة جذر خمسة ده المقصود به الجمع او الطرح طب لو هنا طرح هطرح اتنين من الاربعة يبقى اول حاجة هبسط الجذر طب واحد يقول لي اديني تبسيط كده اقوله لو انا عندي اتناشر جذر اتناشر عايز ابسطه اقوله تعالى نشوف الاتناشر دي اتنين في ستة وثلاثة في اربعة مين ينفع معانا هنا؟ اه انت قلت يا استاذ عدد فيهم مربع يبقى اتنين في ستة ما ينفعش يبقى ثلاثة في اربعة ليه؟ لان الاربعة مربع العدد اتنين يعني لها جذر تربيعي تطلع بره الجذر باثنين يبقى اتنين جذر تلال ده المقصود بالتبسيط ده المقصود بايه؟ بالتبسيط طيب في الضرب والقسمة قال لي اذا اتحدت ادلة الجذور الدليل بتاع الجذر اللي هو هنا بالكتب فان عمليتي الضرب والقسمة تجري على المقادير المجذورة ومعاملات هذه الجذور طيب يعني لو انا عطيت لك مثال هقول لك عشرة الجذر التكعيبي لستة على اتنين الجذر التكعيبي لتلاتة هل ينفع هنا؟ اه هقسم الاعداد اللي برا عشرة على الاتنين فيها كام؟ خمسة طيب هل الادلة هنا متساوية؟ انا عندي هنا جذر تلاتة هو نفسه يبقى اقول له جذر تلاتة ينزل وهقسم ستة على التلاتة فيها كام؟ فيها اتنين يبقى انا كده قسمت عندي العدد المجذور اللي في البسط على العدد المجذور في المقام ستة تقسيم تلاتة طلعت كام؟ طلعت اتنين يبقى هنا في الضرب وعملنا ايه؟ قسمنا الاعداد بس خلي بالك لابد ان يتحد الجذر ادلة الجذر في البسط والمقام واذا كانت برضو ايه؟ في الضرب بنفس الفكرة طيب بيقول لي بقى تعالى ايه؟ بفكرك ان الالف تسوي الجذر التربيعي الالف تربيع صح؟ لان التربيع بتروح مع الاتنين دي بتعال دايه الجذر يطلع لك الالف طيب مهو الجذر التكعيبي لالف قس تلات صح لان التكعيب اللي على الالف هتروح مع دليل الجذر يطلع لك الالف ونفس الكلام برضو الجذر الرابع لالف قس اربعة بيطلع بكام بالف وبالعكس يعني ممكن أقول الجزر الرابع لألف أسربعة يسوي ألف وممكن أقول ألف يسوي الجزر الرابع لألف أسربعة يبقى من اليمين أو من اليسار طيب عندي الجزر النوني الألف في الجزر النوني الباء بنعمل إيه؟ قالك بنضرب الأعداد طالما الدليل متحد يبقى الجزر النوني الألف ضرب باء برضو العكس لو عندي الجزر النوني الألف ضرب باء أحولوا إلى الجزر النوني الألف في الجزر النوني الباء ما ينطبق على الضرب ينطبق على القسمة الجزر النوني الألف على الجزر النوني الباء يساوي الجزر النوني لألف على باء بس خلي بالك في القسم احنا عندنا شرط مهم جدا ان المقام لا يساوي الصفر يبقى الباء لا تساوي الصفر وطبعا العكس صحيح جميل خالص تعالى كده احنا خلصنا الوحدة الأولى وهي الأسس والجذور هندخل على الوحدة الثانية اللغرتمات ما هو رمز اللغرتمات؟ إيه هو بقى العلاقة بين الدالة الأسية وبين الدالة اللغرتمية إزاي نحول من أس أو دالة أسية إلى دالة اللغرتمية أو الصورة الأسية إلى الصورة اللغرتمية والعكس ده مهم جدا عندي كلمة لغة رتم هنختصر هذه الكلمة بكلمة لو يبقى أول ما شوف لو يبقى معناها اللغة رتم طيب وحنا هنستخدم على الآلة الحاسبة عشان لما نيجي نستخدم بالآلة الحاسبة هنلاقي عندنا لج يبقى لو جبنا الآلة الحاسبة هنا هلاقي فيه عندي هنا لج هيفيه عندي هنا لن ولج لج ده للأساس كام عشرة هنعرف حاجة اسمها الأساس والأس دلوقت يبقى أنا عندي الأساس اللي احنا هنستخدمه هنا معنا اللي هو إيه لج تمام طيب تعال نشوف العلاقة بين الدالة الأسية والدالة اللغراتمية فيه فرق بينهم فيه علاقة فيه كذا قال للدالة الأسية دالسين اللي هي صاد يعني بتسوي ألف أسسين طب الدالة اللغراتمية بقى دي علامة إيه تكافئ عندي هنا تؤدي إلى أن سين اللي هو الأس ده يساوي لغراتم صاد للأساس ألف طيب هنا ألف معناها إيه والسين معناها إيه هنا الألف معناها إيه والسين معناها إيه الألف هنا الأساس هي اللي تحت سين هي الأس برضو هنا ألف هي الأساس هي اللي تحت لكن سين هنا هي اللغراتم يبقى اللي عندي هنا العلاقة بين الدالة الأسية والدالة اللغراتمية أو أن أنا أحول من صورة أسية لصورة اللغراتمية تعالي نشوف أنا عندي ثمانية تساوي اثنين أس ثلاثة عايز أحولها إلى الصورة اللغراتمية هقول له لغراتم كام للأساس كام يساوي كام أقول لك تعالي ده العدد يبقى إيه ده بتقلو ده الأساس ينزل زي ما هو الأساس ده الأس يبقى هنا اللغراتم تاني كده بقى يبقى تمانية بتساوي اثنين أس ثلاثة معناها يساوي لغراتم ده العدد يبقى لغراتم العدد للأساس اثنين يساوي ثلاثة اللي هو اللغراتم يعني قيمة لغراتم تمانية للأساس اثنين كام يطلع؟ ثلاثة طب احنا بنحولها ازاي أقول لك تمانية يساوي اثنين قس ثلاثة يساوي لغراتم تمانية للأساس اثنين يساوي ثلاثة طب الكلام ده يمشي من اليمين اليسار واليسار اليمن؟ أيوة طب لما أقول لك لغراتم تمانية للأساس اثنين بيساوي ثلاثة بتعملها ازاي أقول لك إيه اللي قدام اللو لوحده يبقى التمانية دي الوحدية يساوي الأساس أس العدد طيب تعال نشوف كده لغة رتم مية خمسة وعشرين للأساس خمسة تساوي ثلاثة تعال نحولها للصورة الأسية إحنا كان عندي من الدالة الأسية للدالة الأسية للدالة الأسية هنا العكس أقول لك إيه اللي قدام اللو لوحده جميل الأساس أس العدد يبقى خمسة أس ثلاثة هل خمسة أس ثلاثة تساوي مية خمسة وعشرين أيوة خمسة في خمسة في خمسة بمية خمسة إيه وعشرين جميل أول طيب هل هناك خواص للدالة للغة المية أيوة تعال نشوف مع بعض سين يساوي لغة رتم صد للأساس ألف الألف ده عدد حقيقي وموجب خلي بالك الله يعني كده معناها أنك أنت مفيش أعداد سليب هنشوف دلوقتي والألف لو يساوي الواحد كمان يبقى الألف ده عدد حقيقي موجب ولا يساوي الواحد نطاق الدالة هو قيم صابط مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة فقط خلي بالك يعني ما فيش لغة رتم العدد سالب يعني موجبة فقط يعني حه زائد حه موجب ديه اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة هنستفيد إيه من الكلام ده؟ أقول له ليس للأعداد الحقيقية السالبة لغة رتم لو أنت جيت عملتها بالآلة الحاس بيديك إيرور لكل عدد حقيقي موجب لغة رتم وحيد بس ما فيش أكتر من قيمة الدالة اللغة رتمية تزايدية كلما زادت قيمة صاب زادت قيمة سين كلما تزود العدد اللي هنا كلما هتطلع عندي هنا إيه؟ يعني مثلا تعال نشوف لغة رتم تمانية للأساس اتنين هنشوف يطلع بكام؟ طيب نفس الأساس ههو هقول لغة رتم اتنين وتلاتين طيب لغة رتم تمانية للأساس اتنين طلعت كام؟ تلاتة لأن اتنين قص ثلاثة بتمانية طيب لغة رتم اتنين وتلاتين للأساس اتنين اللي هيطلع خمس يعني لما زودت العدد اللي قدام اللغة رتم قيمة اللغة رتم زادت التمانية بقت اتنين وتلاتين التلاتة بقت خمس ده تعبير على إيه؟ تعبير على إن الدلة اللغة رتمية تزايدية طيب إذا تساوت الأعداد تساوت لغة رتمتها لنفس الأساس والعقس الصحيح خلي بالك يعني أنا بقول لك لغة رتم يساوي لغة رتم العدد اللي هنا خمس بس الأساس هنا اتنين والأساس هنا اتنين يبقى نفس الأساس إذا تساوت الأعداد تساوت إيه؟ إيه؟ إذا تساوت الأعداد تساوت اللغة رتمات لنفس الأساس والعقس الصحيح لو الأعداد متساوية قيمة اللغة رتم ده هيطلع يساوي قيمة اللغة رتم ده جميل خالص تعالى نشوف أنت بقى شغال على إيه؟ حل المعادلة الأسية واللغة رتمية قال لك إحنا هنستخدم إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس يعني لما تجيلي معادلة لغة رتمية على طول بتحولها إلى معادلة أسية عشان تقدر تشتغل عليها طيب المعادلة صاد بساوي لغة رتمية سيل للأساس ألف فيها كم مجهول قال لك ثلاثة صاد وسين وألف إذا عرفت اتنين منهم تقدر تجيب التالتة يعني هقول لك إيه العدد؟ هقول لك لغة رتم سين للأساس اتنين هيساوي أربعة وستين إنت عايز تجيب قيمة السين دي ده لغة رتم طيب هتعمل إيه؟ إنت قلت يا أستاذ تحول المعادلة اللغة رتمية إلى أسية تعالى نحولها إلى أسية إلا أمام اللو لوحده يبقى سين يساوي؟ الأساس أس العدد الأساس أس العدد طيب أنا هنا عندي لغة رتمي سيل للأساس اتنين أنا عايز العدد معزلة هنا ده هيساوي أربعة فقط يبقى هقول له اتنين أس أربعة يبقى الأربعة دي بتساوي لغة رتمي سيل للأساس اتنين طيب احنا كنا جايبين هالأول أربعة وستين هيطل عدد كبير عايزين ناخد عدد بسيط هقول له سين يساوي اتنين أس أربعة اتنين أس أربعة يعني لو أنا استخدمت الألة الحسبة يعني اتنين مضروبة في نفسها كم مرة؟ أربع مرات يبقى اتنين أس أربعة يساوي ستاشر لو أنا عندي ألة حسبة أقدر استخدمها تا ما عندي ايش أقول له اتنين مضروبة في نفسها أربع مرات يعني اتنين في اتنين في اتنين في اتنين أربع مرات اهو اتنين في اتنين بأربعة أربعة فأربعة بكام بستاشر يبقى أنا عشان أحل معدلة لغة رتمية عملت ايه؟ حولتها إلى أسي تعال نشوف قوانين اللغة رتمية لغة رتمي سين ضرب صاد للأساس ألف هيساوي لغة رتمي سين للأساس ألف زائد لغة رتمي صاد للأساس ألف يبقى عندها الضرب بنجمع طب عندها القسمة نطرح لغة رتمي الواحد للأساس ألف بيساوي صفر لغة رتمي ألف لنفس الأساس بواحد لغة رتمي سين قس نول القس بيسبق اللو يبقى نول لغة رتمي سين طب في نتائج عندي؟ لغاريتم سين ضرب صاد على عين ضرب لام خلي بالك اللي فوق ضرب يبقى لغاريتم سين زائد صاد اللي تحت قسمة يبقى لغاريتم عين ناقص لغاريتم برضو ايه لام طيب العكس لو لغاريتم عين زائد لغاريتم صاد ناقص لغاريتم ميم ممكن احولها اقولك لغاريتم وشرط الكسر مش ده موجب اتحول لضرب ده ناقص يتحول لقسمة طيب ميم لغاريتم سين ممكن تعكس يعني نرجع القس ده فوق ايوة يبقى لغاريتم سين قس ميم طيب لغاريتم العشرة بساوي واحد طيب لو جالي في المسألة مفيش اساس قالك اذا كتبت بدون اساس اتفق ان الاساس كام عشرة اللي هي احنا بنجيبها بايه بلج جميل خالص كده قوانين اللغاريتمات ايه هي اللغاريتمات المعتادة لسه يقيل عليها ده ووقتي اللغاريتم المعتاد هو اللغاريتم الذي اساسه عشرة واتفق على حزف الاساس عند كتابة اللغاريتم يعني بكتبه على طول مباشرة طيب عندي بقى الادة الحزبة ازاي اجيب لغاريتم المعتاد لعدد موجب وازاي اجيب العدد لو انا عرفت اللغاريتم تعال نشوف لغاريتم 15 ازاي ان انا اجيبه ايه بقى احنا اتفقنا لوج وبعدين العدد 15 واضغط يساوي يطلع عندي واحد فاصلة واحد سبعة ستة تسعة ستة زيرو تسعة واحد اثنين كفاية اربع ارقام العكس بقى لايجاد العدد ازا علم لغاريتم المعتاد اوجة سين ازا كان لغاريتم سين يساوي واحد وخمسة وعشرين من مية هنا هنستخدم العكس اللي هي شفت او في بعض الالات انفيرس طب شفت اه يبقى هقول له شفت لج شفت ايه لج واكتب العدد واحد فاصلة اثنين خمس واضغط يساوي يطلع عندي 17 فاصلة 78 من مية يبقى ازا طلبت او عايز اجيب اللغاريتم مباشرة اقول له لج العدد اما ازا مطلوب العدد وعطيني لغاريتم وهو هنا مجهول هقول له شفت لج العدد يطلع عندي ايه العدد سين مباشرة جميل خالص كده خلصنا وحدتين تعال نشوف الوحدة التالتة حساب المثلفات هعرف الزاوية الموجهة في وضع قياسي الزاوية اي زاوية جماعة لها ايه لها شعاعين صح في عند الشعاع الاول والشعاع الثاني هسمي ده الضلع الابتدائي والضلع النهائي ودائما في اتجاه عقارب عكس عقارب الساعة عكس عقارب ايه الساعة اللي هو ايه اللي هو زي الطواف huh ولا الكعبة عكس اقارب الساعة ده الضلع الابتدائي والضلع النهاي طيب عطي لك هنا بيقول لك الزاوية ووالف وووباء ده في شعاع عندك هون ووالف وو دي نقطة الاصل للنظام الاحداث المتعامد وهي رأس الزاوية ووالف وووباء دي بسميها ايه زاوية موجهة امت بكون في وضع قياسي لو الضلع الابتدائي ووالف ينطبق على الاتجاه الموجب لمحور السنان يعني يكون بدء من هنا يبقى الزاوية دي هي الزاوية الموجهة في وضع قياسي طيب ايه الزاوية دي بقسها ازاي اللي عندي هنا في قياسين القياس الستيني والقياس ايه الدائري القياس الستيني بالدرجات القياس الدائري بالرديان طيب وحداته ايه واحد درجة ستين دقيقة واحد دقيقة ستين ثانية رمز الدرجة اللي هي الدائرة الصغيرة رمز الدقيقة اللي هي شرطة واحدة رمز الثانية شرططي طيب هنا ايه القياس الدائري ها دال ها دي الزاوية اللي داخل الدائرة يساوي لام طول القوس اللي تحصره هذه الزاوية على نق نصف القطر يعني انا عندي زاوية عندي دايرة كده وادي نق وده طول القوس اللي هو لام وادي ها يبقى ها دال يساوي طول القوس لام تقسيم نق طيب هل توجد علاقة تربط بين القياس الستيني والقياس الدائري اي نعم سين درجة على مية وتمانين تساوي ها دائري على طا طيب طا بكام قالك لو ما عطهاش في المسألة وذكرها تلاتة واربعتاشر من مية طيب قالك بقى اتنين وعشرين على سبعة يبقى في الحالة دي تستخدم اتنين وعشرين على كام على سبعة جميل خالص تعال نشوف الزاوية النصف قطرية هي الزاوية التي تحصر قوسا طوله يساوي طول نصف قطر هذه الدائرة الزاوية نصف قطرية دي قالك ان القوس ده يساوي نصف قطر يعني هنا نق وهنا نق وهنا نق اسم الزاوية دي نصف القطرية طيب الدوال المثلثية وايجاد قيمتها بالآلة بالآلة بقى جيب الزاوية يعني صين اللي هو جاء يبقى انا عندي هين صين اهي صين 30 درجة هيطلع بنص يبقى جيب الزاوية صين طيب جيب التمام كوزين طيب الظلة تان يبقى الثلاثة جنب بعض على سطر واحد طيب جيب الزاوية ها اللي هو جاه ها اللي هو واو دال الاحداثي ايه الصادي يبقى الجاه على محور الصادات جيب تمام الزاوية اللي هي الجاتة على المحور السيني اللي هي ووجاه اللي هي على السينات طب ظل الزاوية قالك بيساوي الجاه على الجاتة يعني الصاد على السين ودي دائرة الوحدة اللي هي علاقتها ايه سين تربيع زائد صد تربيعي سواح مسلث قائم الزاوية من فيثاغورس سين تربيع وده صاد زي هنا يبقى سين تربيع زي الصاد تربيع وده واحد يساوي واحد ايه تربيع جميل خانص ايه كمان عندنا في المنهج البسيط مقلوبات الدوال يعني ايه قالك قاطع تمام الزاوية اللي هو واحد على جهة تبليه اسم اه اسمه قطة قطة ها يبقى القطة واحد على صاد طب قاطع الزاوية اللي هو واحد على جتة مقلوب الجتة اسمه ايه اسمه قا يبقى قاطع تمام قطة قاطع قا ظل تمام ظطة والظطة هي واحد على ظا دي مقلوبات ايه الزاوية طيب يهمني جدا اعرف الزاوية في الاربع تربع الربع الاول الثاني الثالث الرابع من صفر الى تسعين من تسعين الى مية وتمانين من مية وتمانين الى ميتين وسبعين ميتين وسبعين تلتمية وستين الربع الاول كل الزاوية مجبه الربع الثاني الجا فقط ومقلوبها يبقى الجا والقطة الربع الثالث الضا فقط ومقلبها اللي وضطه موجب والباقي سالم الربع الرابع جت ومقلبها القاء هو اللي موجب والباقي سالم الربع الأول أحيانا بكتبه من صفر إلى طا على 2 طا هنا 180 على 2 على 90 أو ممكن أقول ها أكبر من صفر وأصغر من طا على 2 نفس الكلام في الأربع تربع طيب بعض الخواص للدوال المثلثية الدوال المثلثية للزاويتين المتتمتين اللتين قياسي هما ها درجة وتسعين نقص ها المتممة الجا تسوي الجتة والجتة جا والضاظتة يبقى نفس بنقل بالزاوية يبقى هنا الجا الزاوية تسوي جتة المتممة يبقى جا تسعين نقص ها يسوي جتها جتها يسوي جا تسعين نقص ها طيب لو ها الزاوية ها وسالب ها قال لي هنا الجا والضا بيحفظوا على الإشارة سالب بتطلع على السالب بره أما الجتة بتاكل الإشارة يعني بتبلع الإشارة بتاكل الإشارة بتضيع الإشارة حسب ما انت عايز تقول إن بتحزف الإشارة يبقى جا سالب ها يسوي سالب جاها ضا سالب ها بسالب زاها أما جتة سالب ها هي بتسوي جتها أيضا للهاء والمئة وتمانين ناقص الزاوية والمئة وتمانين زائد الزاوية برضو الجاء بتساوي الجاء والجاء نفس الكلام لكن اللي عندي هنا مئة وتمانين ناقص هاء الربع الثاني طب في الربع الثاني الجاء هي إيه اللي بيكون موجبة أما الجاء والضاء سالبة طب مئة وتمانين زائد هاء في الربع مين التالت يبقى الظاهية الموجبة اما الجاو الجاتة هي ايه سالبة جميل خالص طبعا احنا ما زلنا نعرج على المواضيع اللي عندنا عشان نشوف ايه اللي عندنا ونقعد نذكر وان شاء الله حاول اعمل هذه الورقات في ملف بي دي اف وهننزل على القناة عندنا ان شاء الله طيب تعالي نشوف الدوال المثلثية للزاوية الحادة هرسم مثلث قائم الزاوية خلي بالك هنا الزاوية ها الضلع المقابل للزاوية 90 اكبر الاضلاع اسم الوطر والدام الزاوية على طول اسمه المقابل اما اللي جنبه اسمه المجاور خلي بالك الجاء مقابل على وطر الجثة مجاور على وطر الضاء مقابل على مجاور الضاء مجاور على مقابل طبعا احنا بنقولها في بيت شعر جميل اوي الجاول جت فيهم وطر والوطر دايما تحت في المقام يعني الضاو الضطى بدون الوطر ما فهمش وطر وهم عكس بعض مقابل على مجاور مجاور على ايه على مقابل جميل خارج طيب ازاي تستخدم الالة الحسبة لإيجاد الزوايا زي ما اتفقنا قلنا الجاول هنا في عندي زرار مهم جدا اللي هو ثري كومة لما أحول الكسور بتاع الدرجة إلى كسر عشري يعني أنا عندي ساين ماشي وهقول مثلا خمسين طلع عندي كام فاصلة سبعة ستة ستة وهكذا أنا عايز بقى أجيب الشفت ساين لما حيب أجيب الزاوية أو شفت كوزاين لو عطاني الجتة أو شفت ضا لو عطيني ايه الضا زي المسألة دي ضا سين يساوي اتنين فاصلة سبعة خمسة تلاتة واحد عايز أجيب الزاوية اللي عندي أقول له شفت تان واكتب العدد اللي عندي اتنين فاصلة فاصلة سبعة خمسة تلاتة واحد وضغط يساوي طلع عندي سبعين فاصلة كذا محتاج أنا خليها بالدرجات والدقائق والثواني أعمل شفت فواصل يطلع عندي هنا هعمل هنا في الآية الحزبة دي هعمل ايه فواصل مباشرة يبقى هقول له شفت تان اتنين فاصلة سبعة خمسة تلاتة واحد يساوي وبعدين أقول له فواصل هيطلع عندي سبعين درجة اتنين دقيقة خمستاشر ايه ثانية يبقى هنا فيه آلات ممكن اعمل شفت فواصل وممكن اعمل ايه فواصل مباشرة طيب هنا عندي تمن زوايا حتى اطلق خمسة منهم في دائرة الوحدة وتلاتة في المثلثات القائمة الزاوية ودي بسميها الزوايا الخاصة ومهمة جدا خلي بالك هنا عندي هرسمك دائرة الوحدة اللي هي القطر بتاعها واحد وعندي النقط التقاطع هنا مع محور السينات واحد وصفر النحية التانية بالسالب سالب واحد وصفر هنا صفر واحد هنا صفر وسالب واحد هنا الزاوية صفر تسعين مية وتمانين ميتين وسبعين تلتمية وستين دائما المسقط الاول جت والمسقط الثاني جاء طيب عايز تعال بقى نشوف كده جت الزاوية صفر بواحد جت الزاوية صفر بصفر جت الزاوية تسعين بصفر جت الزاوية تسعين بواحد وهكذا كده طلعت لك خمس زوايا في التلاتين ستين الزاوية están ال� swoją مقابل للزاوية تلاتين واحد الوطر اتنين منفسة هورس يبقى دا جزر تلاتة والربح ونطرح ونأخذ الجزر واتطبق عليها بقى الجاء مقابل على وطر وهكذا الزاوية خمسة واربعين هنا دا واحد دا واحد دا جزر اتنين يبقى برضو متطبق عليها الجاء يبقى واحد على جزر اتنين الزاوية مقابل على مجاور يبقى واحد على واحد هتلاقي الجدول ده فيه التمن زوايا الخاصة كميل جدا حل المثلث يعني ايه يعني ايجاد المجهول من عناصر المثلث الستة انا بديك 3 اضلاع و 3 زوايا وبديلك بقى ايه احنا في منهجنا في الصف الاول لان احنا هناخد ده في الصف الثاني ايضا لحل المثلث القائم الزاوية هابد ان انا اكون عارف طول ضلعين فيه وطول ضلع وقياس احدى زاويتيه الحدتين طيب هناخد تطبيقات على الكلام ده هناخد زوايا الارتفاع والانخفاض احرفك اهو احيانا يقول لك رصد راصد مبنى ويقعد يبص كده اقول لك كان المسافة بين الراصد والمبنى 30 متر مثلا وكان عايز يجيب ارتفاع المبنى ده وكانت زاوية ايه الارتفاع كذا ادي زاوية الارتفاع لما يقعد يبص ويشوف فوق واللي فوق دي زاوية الانخفاض ودائما زاوية الارتفاع تساوي زاوية الانخفاض لان الضلع ده يوازي الضلع ده وده قاطع هنلاقي الزاويتين دول ما لهم متساويين طيب ايه هي زاوية الارتفاع الانخفاض اتحاد الشعاع الافقي من الراصد مع الشعاع البادئ من الراصد مرا بالجسم ايه المرسول ولما نيجي نحل التمارين بتاعت المسائل دي جميلة جدا الوحدة الرابعة المضلعات المضلع خط منكسر مغلق في المستوى يعني بتلاقي الاف لباء لجيم لذا لها لوا وارجع الالف تاني محدة دي تعريفات كلها مضلع كل زاوية من زاوية قياسها اقل من 180 ما فيش حد اكبر 180 المقعر واحدة منهم على الاقل اكبر من 180 المتساوي الاضلاع اضلاع كلها متساوية متساوي الزاوية زاوية كلها متساوية المنتظم به متساوي الاضلاع ومتساوي الزاوية اقطار المضلع النوني المرسومة من رأس من رؤوسه بتقسمه الى نون نقص 2 من المثلثات وهنا عندي قانون مهمين جدا ودول اللي احنا نستخدمهم مجموع قياسات الزاوية الداخلة للمضلع النوني هو نون نقص 2 في 180 طب لو عايز اجيب زاوية واحدة بس نفس القانون واقسمه على ايه على نون عندي الدائرة بعرف عندي شوات تعريفات قطر نصف قطر وطر قوس مماس الاخ طبعا احنا بنحاول نغطي اخر واحدة عندي هي المساحات مفهوم المساحة هو عدد وحدات المساحة التي يحويها هذا السطح هناخد قانونين مساحة سطح المثلث نص القعدة في الارتفاع او نص حاصل ضرب طول اي ضلعين في جزة والمحصور خلي بالك احنا هنا هنسمي الاضلاع بالزاوية المقابلة ليا يعني الزاوية الف يبقى الضلع بقى جيم اسمه الف شرطة وهنا بقى شرطة وهنا جيم شرطة يبقى نص حاصل ضلعين الف شرطة بقى شرطة في جزة زاوية اللي هي ايه جيم هناخد قانون تاني للمساحة المثلث حه دي يعني نصف المحيط طب هو محيط المثلث بيساوي ايه محيط المثلث يساوي مجموع اطوال اضلاعه يبقى القانون عندي جزر التربيعي لحه مضروبة في حه ناقص الف شرطة في حه ناقص بق شرطة في حه ناقص جيم شرط وحه دي اللي هي نص ايه المحيط مساحة المستطيل طبعا دي قوانين مرت علينا في الابتدائي والاعدادي الطول في العرض المحيط يساوي اتنين في الطول زائد العرض كل القوانين دي هتبقى عندنا مساحة الدايرة برضو طه نق تربيع محيطها اتنين طه نق الجديد عندي القطع الناقص هو مجموعة نقط المستوى التي مجموع بعدي كل منها عن نقطتين ثابتتين يساوي مقدار ثابت وهناخد له قانون مساحة القطع الناقص يساوي طا في آلف في با طبعا اللي هي النسبة ايه التقريبية طب آلف نصف طول المحور الاكبر اللي هو الجزء ده ده المحور الاكبر في با نصف طول المحور الاصغر اخد الجزء ايه ده جميل خاص مغير البعد طبعا هنا عندي قانون مغير البعد زي ما بنستخدم احنا نكبر او نصغر الشكل اللي عندي وده قانونه را يساوي واو في كاف واو ده مركز مغير البعد وكاف المعامل القياسي لمغير البعد ايه من خوصه يحافظ على النسب بين ابعاد النقط قياسات الزوايا استقامات الخطوط وتوازية اخر حاجة عندي با التشابه ام تنقول لمضلعين لهم نفس العدد من اضلاع المتشابين اذا تساوت قياسات الزوايا هما المتنظرة وكانت اطوال اضلاعهما المتنظرة ايه متنسبة هناخد عندنا تشابه المثلثات اذا ساوت قياسات احد مثلثين قياسات نظائرهما في المثلث الاخر كان المثلثين متشابهين يتشابه المثلثان اذا ساوى قياس زاويتين من احدهما قياس زاويتين من الاخر واحد يقول لي تبليه اقول له هالثالث هالثالثالث لان مجموعة الثلث زوايا 180 يتشابه المثلثان القائمة الزاوية لهم المثلثين قائمة الزاوية اذا ساوى قياس احدى الزاويتين الحدتين في احدهما قياس احدى الزاويتين الحدتين في الاخر يعني يكفيني زاوية هنا وزاوية هنا جميل خالص اذا ساوت عندي قياس زاوية العكس من مسلس قياس زاوية من مسلس اخر وتناسبة اطوال الاضلاع التي تحتويها الزاويتان فإن المثلثين يتشابهان إذا تناسبت أطوال أضلاع المتناظرة في مثلثين برضو يكونوا متشابهين ارتفاعات وأطوال متوسطات وأطوال منصفات الزوايا المثلثين متشابهين المتناظرة تكون النسبة بين كل متناظرين منها كالنسبة بين أي ضلعين متناظرين في المثلثين طبعا الوقت خدنا كده وإحنا نقدر نقول أننا وصلنا هنا لعملنا عملنا مقدمة للمنهج للفصل الدراسي الثاني عندنا كان خمس أبواب وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم شكرا جزيلا لكم السلام عليكم ونحمة الله